السلام عليكم. اهلا بكم في قناتكم حياتك يا حياتي. اه بالنسبة للمغرب ان شاء الله تعالى معرضة غدا اه اربعة ابريل الفين تلاتة وعشرين الى منخفض جاوي ممتر مع وزف راضية. اه نستعرض معكم التوقعات ان شاء الله بس في البداية كنا تحدثنا بالامس اه اول امس عفوا اه واحد ابريل عن منخفض جاوي مستقر. هيستقر فوق تونس والجزائر والحمد لله. ممكن ان شاء الله تعالى على مساء الغد. اه يتاجه باتجاه اوروبا. وتسلم شمال اه مصر وليبيا من هذا المنخفض. اما بخصوص المغرب هنستعرض معكم اه تحرك هذا المنخفض. اه الان تابعونا. ان شاء الله تعالى مع مساء الغد اربعة ابريل. من متوقع ان يصل هذا المنخفض الى اه المغرب الشقيق. يستمر اه لمدة اه تمانية واربعين ساعة. اه على المغرب. اه ثم يبدأ بالاتجاه الى اه الجزائر. ثم اه من المتوقع من المتوقع بما انه يتم اكتذاب الهواء البارد من المتوقع ان يستمر هذا المنخفض. اه ليصل الى معظم الدول العربية. اه مثل ما حدث في الاسبوع السابق الماضي. نتابع معكم عن كسب هذا المنخفض وتطوراته في الايام القادمة ان شاء الله تعالى. اه وننوه ايضا على اه احتمالية تساقط امطار قوية على المملكة العربية السعودية ابتداء من منتصف الاسبوع القادم. اه تابعونا ويريد تتابعوا المنتدى الخاص بالقناة. وشكرا لكم والسلام عليكم.